السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الحقيقة يا شباب في ناس كتيرة بتسأل عن المؤهلات التي تقبلها الكلية العسكرية التكنولوجية خصوصا الناس اللي في فترة سنوي سواء بقى صنايع سواء بقى سنوي عام سواء سنوي أذهري وهكذا الناس بتسأل ايه هي المؤهلات التي تقبلها هذه الكلية تمام يا شباب مبدئيا كده الكلية العسكرية التكنولوجية زي ما حضرتك شايف كده كان اسمها المعهد الفني للقوات المسلحة المعهد الفني للقوات المسلحة جاه قرار في 2022 ان يصبح كلية عسكرية تكنولوجية طب يا مستر الكلية العسكرية التكنولوجية يا ترى ايه هي المؤهلات التي تقبلها مع بعض يا شباب بس أذن حضرتك الأول لو أول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك ومتنسى شفعي للجرس عشان إن شاء الله يجي لكل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد طبعا هذه الكلية العسكرية التكنولوجية من الكليات العسكرية المتميزة بإمكانياتها بكل ما فيها سيادتك بس لو التحقت بيها يبقى الحقيقة فرصة ممتازة 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 نخش يا شباب على الشروط الخاصة للقبول في الكلية العسكرية التكنولوجية طبعا بتقبل من إيه تقبل من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي ما بتقبلش من أدبي الحاجة التانية تقبل الثانوية الأزهرية القسم العلمي بعد حذف مواد الشريعة وكانت الحقيقة التنسيق بتاعها آخر مرة كان بتاخد من 60% تمام يا شباب وتقبل أيضا من الثانوية الصناعية نظام الخامس سنوات والثلاث سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فقط والتعليم المزدوج التابعة لوزارة الانتاج الحربي فقط ده بقى خاص بحبيبنا تلتعدادي لما تيجي تخش بقى مدارس في الثانوي يتأكد إن هذه المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم وكمان تكون تابعة تابعة التعليم المزدوج التابعة لوزارة الانتاج الحربي تقبل يا شباب برضو من خارج معهد الدنبسكو السلزيان الإيطالي والمعهد ده برضو من المعاهد المتميزة بعد تلتعدادي بالنسبة للثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات وثلاث سنوات الحقيقة طبعا نظام الثلاث سنوات درقتي بقى منتشر جدا جدا وفي بعض المدارس القليلة التي ما زالت تعمل بنظام الخمس سنوات يشترط من ثلاث سنوات أو خمس سنوات سياتك تكون تابعة لأقسام ميكانيكا وقهرباء فقط يعني التخصصات اللي تابع قسم ميكانيكا وتابع قسم القهرباء فقط والتي يستفد منها في التخصصات الموجودة بالكلية العسكرية التكنولوجية تمام يا شباب؟ يبقى قلنا الكلية العسكرية التكنولوجية بتاخد من ايه بالزبط؟ عشان سياتك تبقى عارف ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه كان معكم مستر أحمد ما ننساش اللايك والشير عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد تابعنا ان شاء الله هتلاقي كل خير على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته